نشرة الظهيرة أهلا بكم هذه أبرز العنوي لأول مرة على الصعيد الوطني مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يحصل على شهادات إيزو لتدبير الجودة البيئية والصحة والسلامة وتتويج لمجموعة من الإجراءات لتنزيل برنامج التنمية الجهوية لسيما في شقه المتعلق بإرساء قواعد الحكامة الجيدة روبرتار صديق بنزينة فارد غيتو قد تبدو هذه الحركة سلوكا بسيطا لكنه في حقيقة الأمر يشكل جزءا هاما من منظومة البيئة والسلامة داخل الإدارة العمومية يتعلق الأمر هنا بالإدارة الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة التي انخرطت في العمل بمعايير الحكامة الجيدة تحتنا الفرصة أن نخدم مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لكي نخدم معهم إعادة تدوير نفايات ديالهم نفايات القبيلة للتدوير لكارتون وبلسطيك ونفايات الخطيرة كذلك التي يحتاجها كالتفالوغيزا وفي منظومة تدبير الجودة انخارضت إدارة الجهة في تنزيل مصفوفة من الإجراءات العملية من بينها تطوير منظومة الوثائق ورقمنة التدبير المندمج وإحداث منصة لتتبع برامج التنمية الجهوية هذه الإجراءات وغيرها المرتبطة بمنظومة الحكامة الجيدة تكللت بحصول مجلس جهة تنجة تطوان الحسيمة على ثلاث شهادات إيزو ثلاثية البعايير تتعلق بنظام إدارة الجودة ونظام إدارة البيئة وبنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية حاولنا نرى محاور الأساسية وكيف يمكن إرساءوا على القواعد التخصص للبرمجة كذلك كيف يمكن تجويد إطار للعمل حفاظ على البيئة وحرص على الشرط الصحة والسلامة كذلك تنفيذ بعض المبادرات من حماية الموارد الطبيعية المحلية وتعزيز ممارسة المستدامة إيزو كي يسهل على الجهة باش تلعب واحدة دور طلائعي وباش يكون عنده واحدة السيرتيفكاسيون اللي يمكن في إطار شركات دولية مع منظمات دولية ومع جهات دولية باش يكون واحد شركة من أجل تنمية المنطقة ويجسد حصول مجلس جهة طنجة طوان الحسيمة على إجهاد إيزو ثلاثي المعايير التزامه القوي بتحقيق أهداف الشركة العالمية من أجل الحكومات المنفتحة على صعيد تعزيز الشفافية لإرساء إدارة مواطنة